أحسن الله إليكم ومع المسلمين أن يصوم يوم العيد وأيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذه أيام عيدنا أهل الإسلام ولذلك هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل الأمر الثاني أفضل عمل يوم العيد إراقة الدماء لله عز وجل تنسكا وتقربا إليه سبحانه وتعالى فما عمل عامل في يوم العيد مثل إراقة دم الأضاحي والحدايا لله عز وجل مخالفا بذلك ما عليه أهل الإشراك من تقديم القرابين إلى معبودات من دون الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر التوسع في هذا اليوم على النفس والأولاد فإن في يوم العيد يشرع إظهار الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل على خلقه وعباده نعمة الإسلام والإيمان نعمة الهداية ونعمة العبادة ونعمة هذه المواسم التي يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكفر الخطيئة ويمحى الذنب وترفع الدرجة فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولذلك في هذا اليوم يوسع الإنسان على نفسه وأولاده من دون إسراح ولا تبذير ومن دون رياء ولا مفاخرة أمر الآخر من السنة أن تأكل من أضحيتك في هذا اليوم أيضا في هذه الأيام تبقى على مسألة التكبير المقيد الذي شرحته قبل قليل وهو يبدأ من فجر يوم عرف وينتهي في آخر أيام التشريق وفرصة أيضا للإنسان في هذه الأيام التي يكون لديه فيها فراغ أن يصل رحمه سواء وصولا بدنيا أو معنويا أو هاتفيا بأي نوع من أنواع التواصل ويعني يجدد العهد بهم ويقف على أحوالهم ويساعدهم ويشفع لهم كانوا يحتاجون إلى شفاعة أو مساعدة هذا كلهم من الأعمال ولا تنسى أخي الفاضل قراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من العبادات ولا بأس للإنسان أن يمارس له البريء كأن تخرج أنت وأولادك إلى البحر مثلا إلى البر بصيانة مع صيانة النفس محافظة على الحشمة والذهاب مثلا إلى الأسواق للتبضع وليعني أيضا الذهاب بالأولاد إلى الأماكن إن سمح الوضع والاحترازات مطلوبة لأن هناك الجهات الصحية ترشدنا إلى مسألة التباعد والحذر يعني لابد من الأخذ هذا بالاعتبار هذا مما لا بأس به لا بأس به أن يمارس الإنسان شيء من له البريء أن يستجم مثلا هو وأولاده مثلا وشيء من هذا القبيل وشيء من هذا القبيل